في الفيديو اللي فات شوفنا ازاي ممكن نضيف الجزئية اللي هي وعرفنا ازاي ممكن يكون عندنا اكتر من تكون مخصوص لو كان اليوزر ده ولي اوت تانية تكون موجودة لو اليوزر ده كان تعال دلوقتي نبتدي نضيف تكون مسؤولة عن عملية طبعا مش هنضيف فيها دلوقتي بس غير ممكن هدر او حاجة وبعد كده طبعا هنبتدي نضيف جواها الفورم بتاعتنا لكن احنا دلوقتي ماشيين خطوة بخطوة احنا محتاجين لان لسه في بعض التعادلات احنا محتاجين نعملها فانا هروح هنا على علينا عندنا طبعا الهوم بيج فقط وهقول له هنا هسمي البيج دي كمان ممكن نيجي هنا نقول له مسلا نضيف تاني نجمع في الخاصة بالاثنتيكيشن هسميها مسلا وننقل اللوجين جواها جميل كده بقت موجودة جواها بعد كده هنا هضيف اللي هو وهقول له البيج دي علشان توصل لها محتاج تروح ليه سلاش طبعا في الوقت الحالي لو احنا رحنا تاني على بتاعنا فاول جزئية هتلاحظها هي انه مباشرة مش قادر اصلا يعمل لودنج وهتلاحظ هنا ان فيه ايرور لو عملنا بعد كده رحنا على تحركنا هنا كده هتلاحظ انه بيقول لك ان هو مش قادر يشغل بتاعك لانه محتاج طيب ده حصل ليه ده حصل لان انت لو رجعت هنا تاني على هتلاحظ ان احنا قلنا له هنا فاحنا قلنا له ان احنا محتاجين لكن احنا معرفنوش دي هو هيوصل لها ازاي او امتى يعني يقول اليوزر ده ولا زي ما هو هنا كده بالزبط واضح بيقول لك انت محتاج تعمل لي امبليمنتيشن ليه كلاس اصلا موجود عنده اسمه اثنتيكيشن ستايت بروفايدر طيب تعالى نبتدي نشتغل على الجزئية دي ونضيف الاثنتيكيشن ستايت بروفايدر بتاعنا فهارجع تاني على وهاجي هنا كده على الويب اسيمبلي ابليكيشن هقول له اد نيو ايتم هضيف الاول هنا كلاس هسميه ايدنتيتي ده هيكون موجود جواك كل الكلاسز اللي احنا محتاجينها علشان جزئية الايدنتي بعد كده الكلاس بتاعي هنا انا هسميه كوكي وبعدين ممكن ارجع هنا اسرع هياخد الكلمة دي اللي هي اثنتيكيشن ستايت بروفايدر اخدها كابي من هنا وهضيفها هنا وطبعا جزئية الكوكي دي لان انا هستخدم الكوكيز في عملية الاوثنتيكيشن لو انت بتستخدم مسلا لوكال ستوريج او شفت اي توتوريالز تانية فانا هنا هستخدم الكوكي خليني كمان اقول لك ان اللي انا بشرحه حاليا ده هو بالزبط اللي موجود في الخاصة بمايكروسوفت فعلشان كده بصراحة انا افضل انك تستخدمه هقول له هنا بعد كده اول حاجة هاجي هنا هقول له ان الكلاس ده هيانهرت من كلاس اصلا موجود اللي هو زي ما هو واضح كده حصل عندنا هنا ايرور لو دغطت كنترول دوت هيقول لك هنا اني ده عبارة عن فبالتالي انت محتاج تعمل للميثود اللي موجودة عنده اللي هي الميثود دي اللي اسمها هو ده الجزء اللي بتاعك هيعرف منه ازا كان اليوزر ده ولا لأ من اللي احنا نكتبه هنا للميثود ديت ولكن تعالى الاول نرجع على هاجي هنا على وهاجي هنا الاول هضيف هقول له هنا بعد كده هقول له دوت اد اوثورايزيشن كور هضيفها جوه بتاعتنا علشان احنا هنستخدم طيب احنا لحد اللحظة دي برضو ما ضيفناش الخاص بالكوكي تعالى نكتب بالزبط بتاعنا هيكون عامل ازاي? وده نفس اللي مستخدمه مايكروسوفت. فاول حاجة هنا انا محتاجها? محتاج يكون موجود عندي هنا هقول له هنا الفيلد ده هيكون نوع فهقول له بول وهسميه هنا بعد كده هاجي هنا جوه الميثود دي هقول له هتساوي انا كده اول افترض عندي ان اليوزر ده زي ما احنا كده بنقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته فانا اولا كده هافترض معك ان اليوزر ده مش بعد كده هبتدي هنا اضيف يوزر. طيب اليوزر ده هيكون عبارة عن ايه? اليوزر ده هيكون عبارة عن كليم فبالتالي برضو هضيف هنا تاني هقول له وبعدين هقول له هنا بالزبط كده وهسميها وهعمل له هنا بالزبط زي ما هو كده اقترح علي وهبعت لها جواها يبقى انا كده افترضت برضو ان اليوزر ده وعملت له هنا فضية هنا برضو هو بيخترح علي ان احنا ممكن نمسح دي. تمام? كده الدنيا برضو هتكون شغالة بشكل سليم. بعد كده هقول له هنا يوزر. اليوزر بتاعي هيساوي اللي هي اللي موجود عندي فوق فهقول له هتساوي علشان نقدر نرن بتاعنا هاجي هنا هقول له في الاخر خالص انا هعمل اللي هو النوع ده وهبعت لها هنا وهنا عنده اعتراض علشان احنا هنا نسينا نقول له طبعا لسه هنضيف بقية اللوجيك بتاعنا هنا لكن انا عاوز اشغل فتعالي نروح على هاجي هنا هقول له وبعدين هقول له يشغل مع بعض اللي هم هشغل الاتنين مع بعض دلوقتي فزي ما هو ده حاندي هنا لو تحركت في عندنا هنا اسمها ودي واضحة كده من اسمها ان هي بترجع لنا معلومات اللي هو المفروض عامل عندي على بتاعي على يعني او اللي انا هبعت هنا الخاص بي. لو فتحت دي طبعا محتاجين نجربها من على علشان نبعت ولكن هنا هو بيوري لك بالزبط شكل للداتا اللي المفروض يحصل لها لو انت عملت دي هيكون شكلها عامل ازاي? فبيقول لك هنا هو حاكتين وهيريترن الايميل وهيريترن عبارة عن اسمها دول اللي هيرجعوا من الحالية. طيب انا دلوقتي محتاج اعمل دي فازاي اقدر اني اعمل لها فاول حاجة انا محتاج يكون في عندي واخد نفس الشكل ده بالزبط علشان اعمل على الكلاس ده. فهرجع تاني على بتاعي اللي هو وهاجي هنا هقول له بعد كده هقول له اد نيو ايتم وهكريات فولدر جديد اسمه موديلز الكلاس الاولاني اللي انا محتاجه هسمي يوزر انفو بعد كده هنا هضيف نفس اللي موجودة هناك فبروبرتي الاورانية هيكون نوعها هسميها برضو ايميل وهنا علشان بس هقول له وبعدين التانية برضو اللي هي المفروض يكون نوعها ممكن ناخد اسمها من هنا كده اسرع لكن طبعا هخلي حرف الاي ده كابيتل كمان هنحتاج تالتة احنا اللي هنملاها دي مش هتجلنا من الابي اي البروبرتي ديت هيكون نوعها فهقول له هنا هنعرف اختبر هنستخدمها في ايه? وهيكون نوعها ده الكي والفاليو برضو هتكون وهسميها اعتقد كده وضحت من اسمها هتخزن جواها هتدي لها هنا بالري فاضي